أريد أن أدخل في سجال مع صديقي الوزير نهاد المشنوق كان هذا التصريح قبل عامين للنائب وليد جنبلاط حين ذاك فضل عدم السجال مع صديقه نهاد المشنوق فما الذي دفع زعيم التقدمي هذه المرة إلى فتح النار على وزير الداخلية؟ هل هو موضوع الشرطة القضائية وما قاله جنبلاط عما يتعرض له العميد ناجي المصري من حملة من ضابط مقرب إلى المشنوق هي شرارة الخلاف انطلقت عندما رد المشنوق على جنبلاط بالاستعانة بهذا المقال في الشرق بعنوان هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعت رموز الفساد في تاريخ لبنان فرد زعيم التقدمي مستخدما ما هو أشد إيلاما من سلاح دبس الخروب وهو لسان وزيره وائل أبو فعور وعلمت أن الوزير أن هذا المشنوق يرشح زيطا وطهارة من دفاتر السويقة لكاميرات بيروت لغيرها الضابط الذي تحدث عنه جنبلاط ليس إلى العميد المتقاعد منير شعبان ما استدعى دخول الوزير ويام وهاب على الخط فقال لجنبلاط أنت كنت جزءا من السلطة الفاسدة منذ عشرات السنين وفجأة أصبح المشنوق فاسدا لأنه رفض إزاح الضابطين درزيين من مكتبه لا يأتمران بك يعني اليوم بدك تحكي بالملفات خلي أنا أحكي بكل شي أنا مع أنه نحكي بكل شي ويريت وليد باك كمانا يكون مع أنه نحكي بكل شي منبلش بملف الغاز والبنزين لا مين عبي يجيب غاز وبنزين على البلد مش الداولي في شركات لمين الشركات فاتشوا عليها كتار الشركات لا ليش تنحصلهم بشركة وحدة طيب خلينا نشوف كيف تلزيمات الكهرباء تمت خلينا نشوف كيف تلزيمات الكهرباء تعطلت خلينا نفوت بملف النفط طيب خلينا نفوت بملف الزبالة تنشوف كيف هالملف تمين تشفر وتعطل وشون دفع ترجع مش الملف ملفات مش هيك استنساب أنه زعلنا من واحد من شله شغلي أنه بينزل بأوتيل طيب شو بيقعد على الطريق يعني بحب عالمية شو الكلام ها بحب عالمية أنه بحبي بأوتيلات وعالمية شو الكلام هذا كلام معيب معيب أنا رأيي يعني كلام هذا لا يليق لا باللي حكي ولا باللي حكي عنه ديناسور السراية ليس إلا تورية لاسم المشنوق بحسب تغريدة لجمبلات سرعان ما حذفها عن موقعه فهل تطال أسهم المختارة الرئيس الحريري؟ العميد ناجي المصري هو ضابط بهذه المؤسسة وإذا كان في عليه شيء هذا من اختصاص المؤسسة وإذا ما عليه شيء على المؤسسة أنه تحميه يعني في كل اختصار يعني ما حدا ما بعتقد أنه الوزير المشنوق عامل حرب على حدا من ضباط المؤسسة بعتقد المسألة غير هيك ما بعرف شو هي الملفات العالقة بين الوزير جمبلات وبين كتلة المستقبل وليس فقط الوزير المشنوق سمعت هيك سمعت هيك سمعت أنه بده يكفي هجومه هاليومين باتجاه أكبر قد يقول أحدهم أن المشنوق على حق وقد ينحز آخر إلى جمبلات لكن على ما يبدو الاثنان محقان ويعرف بعضهما بعضا جيدا فإليكم رأي المشنوق قبل خمسة أعوام بجمبلات فما الذي تغير؟ وليس جمبلات قيمة ومعنوية وسياسية كبرى مش عدد 11 نائب بالناقص أو الزيت وهو أصلا أخذ موقع وسط بين الأمور بمعنى أنه كل أمر يتم التصويت عليه ويتم التفاهم حوله سواء سلبا أو إيجابا وزير الداخلية نهاد المشنوق يرد على تساؤلات أبو فعور قائلا سفرات والأتلات على حساب الحريري طويل عرأبة مين ما كان يكون باللهجة البيروتية قرر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الرد على الاتهامات المساقة ضده ومن عشاء جمعية تجار كورنيش المزرعة قال المشنوق كل السياسيين ينفضون أيديهم من الفساد على اعتبار أنهم جمهور وليسوا مرتكبين كل المصاريف، كل الرحلات، كل الطيارات، كل الأتلات، كل الفساد اللي أنا بسويه هو على حساب الرئيس الحريري لا على حساب الدولي ولا على حساب الشخص خليني أحكيكم هلأ بالبيروت اللي بدو يطال اللواء بصبوس بالحديث عن المخصوات السرية أو بدو يطال الرئيس سمير حمود بنزاهته القضائية وبشفافيته بدي يقول من هون على طريقة كورنيش المزرعة طويلة عرائبتو مين ما كان يكون وفي العشاء أعلن مرشح طيار المستقبل لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني برنامجه الإنمائية والاقتصادية لبيروت